السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب العزاء لدينا سؤال اخر من الاسئلة المرشحة للمتحان الوزاري. السؤال جد مجموعة تحل المعادلة هذه المعادلة 3x تحت الجذر يساوث 18. طلاب هذا من اسهل انواع الاسئلة راح نكتب الحل. شو نحله? اول شي طلاب ما ريد يم الاكس والجذر الاكس رقم راح اقسم على 3. اقسم اقول تقسيم 3. واضح? 3 هاي تروح ويا 3. 3 تروح ويا 3. راح ينزل عندي جذر الاكس. جساونا? 18 على 3 ستة. شون اتخلص من الجذر اقول بتربيع الطرفين. بتربيع. الطرفين. ربع الطرفين. تربيع رحية الجذر ينزل عندي بس الاكس. والستة وتلاثين هو تربيع الستة. اذا مجموعة الحل هي ستة وتلاثين. السؤال سهل وبسيط يعني حتى الطالب يقدر يحله. الملاحظات اللي يقول عليها اول شي لازم تخلص من هاي لتلاثة لصف الجذر. ينزل عندي بس الجذر. شون اتخلص من الجذر? بتربيع الطرفين. اي جذر اتخلص من عنده بتربيع الطرفين. نحل سؤال اخر. هذا السؤال طلاب كذلك جد مجموعة حل هاي المعادلة. شون راح نحلها? هذا طلاب الثمانية ما اقدر استلاعب بها لان داخل الجذر. لازم اتخلص من الجذر. اذا الحل. مباشرة اقول بتربيع الطرفين. ربيع هذا الطرف. وربيع هذا الطرف. تربيع روحي على جذر. يزل عندي زائد ثمانية. يساوي لي. ثلاثة تربيحة تسعة. هسا اقدر اودي. الثمانية من التسعة اذا واي يساوي لتسعة. ناقص ثمانية. اذا الواي راح يساوي لو واحد. ساعة ناقص ثمانية واحد. مجموعة الحل. يساوي لو واحد. واضح طلاب شوفت جد السؤال سهل وبسيط. اه محل سؤالها.